وزارة الدفاع الألمانية تأسفت على خطة ترمب لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا وترتيبات تجري لعقد محادثات مع رؤساء الولايات الألمانية المتضررة للنظر في الطريقة التي يمكن بها دعم القوات المسلحة الألمانية في تلك المناطق المصالح الألمانية والأوروبية تعتمد اعتمادا متزايدا على المجهودات الإقليمية لهذه الدول تقول وزيرة الدفاع الألمانية ويبدو أن برلين أدركت أن الولايات المتحدة لم تعد الأخ الأكبر الذي يعتمد عليه وربما تعاول على تغير مسارات الأمور بعد نتائج جولة الانتخابية الرئاسية التي قد تطيح بترمب وتأتي برياح تجري بما تشتهي برلين قرار ترمب قوبل بانتقادات حادة في الكونغرس وجدل في الأوسط السياسية وفسر ظاهره بأنه يحمل رسالة عقابية لبرلين على خلفية تقاعوسها عن زيادة مساهماتها المالية في الناتو وبالمفارقات الأمور أن ترمب سينقل بعض القوات إلى دول تفي بالتزامات أقل مما تلتزم به ألمانيا تجاه حلف الأطلسي وأن سحب القوات الأمريكية سيضعف الحلفة بدلا من أن يعززها لذلك يرجح المراقبون أن يشكل القرار عقابا لبرلين على رفضها الانضمام إلى التحالف المناهض للصين ويبدو أن الحكومة الأمريكية اتخذت خطوة ضد مصالحها الخاصة فالتقارير تشير إلى أن الآلاف من العمال الملحقين بالقوات الأمريكية سيتضررون من تبعات القرار كما أن الجنود الأمريكيين يساهمون في أمن ألمانيا فالأخيرة تخدم الولايات المتحدة بوصفها مركزا لوجستيا لقواعد انتشار أمريكا في العالم ويبدو أن لقرار ترمب أبعده السياسية والأمنية وتأثيراته على حلف شمال الأطلسي النيتو وتوازن القوى في أوروبا